بلا شك المشاريع اللي جاية دولة قطر وحجم المشاريع سوف يعكس على هذا النمو في قطاع التأمين ونرى في قطاع التأمين اليوم في منافسة رهيبة لكن الشركات التي تستطيع من خلال إدارتها ومجلس إدارتها أن تأتي بهذه المشاريع وأن تقنع المستفيد بأن هذه الشركات قوية وتستطيع تأمين بأنواع جديدة وبرودكت جيد أنا أعتقد هي التي سوف تستطيع أن تنتهلك رجل وتتملك مكان في هذا السوق القطر هناك ما يتحدث سعادة الشيخ بأن شركات التأمين الوطنية في دولة قطر غير محظوظة للسببين السابق الأول أن تركمت عليها بعض التابعات تتيجة الأزل مالية العالمية ومع بعض التعافي دخلت إلى هذا السوق شركات أوفشور عبر مركز قطر المال وهي ما تزال حتى الآن تدفع ثمن هذه المنافسة الشديدة ما رأيك؟ مع الأسف في كثير من شركات تأمين في قطر وفي الإقليم تعتمد على الاستثمار أكثر من مجال التشغيل نحن في شركة الدوحة للتأمين أرباحنا تأتي من التشغيل أكثر من المجال الاستثمار والحمد لله هذا نعكس على ميزانياتنا ونعكس على دخلنا في هذه السنة التوزيعات ربما تباين الرأي حولها فيما يتعلق بالتوزيعات النقدية فقد اكتفيتم بيئة الريال ولكن ربما قد تنتهجون سياسة زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مجانية هل هي سياسة سوف تمتد لسنوات مقبلة؟ إذا استطعنا أن نرفع رأس مال السنة الحمد لله ورفعناها السنة اللي مضت إن شاء الله سوف يكون موضعنا المالي جيد ولا نحتاجنا لتنرفعها في المستقبل إن شاء الله طبعا القطاع التأمين يستعد لستقبال قانون التأمين الصحي فبالتالي هناك قد يكون تدفقات مالية للشركات عما أن هذا القطاع دونه الكثير من التحديات ماذا عنكم أنتم في الدوحة للتأمين للإستعداد لهذا القطاع الجديد؟ الدوحة للتأمين كانت هي الرائدة في هذا المجال القطاع الصحي وكانت هي أفكارها الرائدة في هذا المجال الحمد لله الدولة سوف تنشأ هذا القطاع وسوف تدعمه وإن شاء الله نتمنى التوفيق إن شاء الله لهذا القطاع لسنوات طويلة كانت وزارة العمال والتجارة هي الرقيب على عبال شركات التأمين الآن أصبح تحت مظلة مصرف قطر المركزي ما الذي سوف يتغير وما الذي تأملونه مصرف قطر المركزي؟ بلا شك المصرف تحت قيادة المحافظ بإمكانياتهم سوف يعكس على هذا القطاع لكن الحمد لله إحنا كشركات تأمين نستطيع نعمل تحت أي مظلة الحمد لله إذا كانت الإدارة قوية ومجلس إدارة قوي تستطيع هذه الشركات أن تعمل وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله